السلام عليكم الحباب كديري لبس لكم نتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتوا ما تشوفوا هذا الفيديو ورمضان كريم إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطلع مرية ربي الفكرة اللي جبت لكم اليوم إن شاء الله غادي تشكروني عليها وأكيد غادي تنفعكم في سيدنا رمضان للمركز ديال الطماطم كيف ما كتشوفوا معايا اللي كان حضروه في المنزل بدون مواد حافظة بمكون واحد فقط اللي غايعطينا هادلوين الماطيش هديالنا ما قناش غادي نحتاجوا المركز الطماطم اللي فيه المواد حافظة واللي ما عرفناش مناش مصوب فاليوم إن شاء الله غادي نصوبه في المنزل بدون مواد حافظة وكيف ما كتلكم مكون واحد اللي غايعطينا السر في هادلون اللي كتشوفوا معايا الفرق ديال الماطيشة بهذا المكون ونبدأ الفيديو ديالنا على باركة الله هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي ماطيشة اللي غسلتها وقطعتها عندي تقريبا واحد جوج كيلو ديال الماطيشة هنا يا المكون السحري اللي غادي نضيفه لهذا الماطيشة وهي الباربة كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخد حبة ديال الباربة غادي نقطعها حتى هي على هادل شكل وغادي نضيفها معا ماطيشة كيف ما كتشوفوا بالنسبة للماطيشة هنا هي را كتشوفوا يعني ما شيدك ماطيشة اللي حمراء را شوية صفرة يعني ما غاديش تعطيني اللون ولكن من اللي غادي ندير لها هادل اضافة ديال الباربة راكم غادي تشوفوا معايا اللون اللي تبارك الله خطير البنات وحق الله العظيم لكي يصدمكم اللون اللي تيخرج من بعد ما كتشوفوا هادل حبة ديال الباربة لما طيشها واللهو ما نضيفه مكون اللي احنا عارفين انه يعني الباربة ما فيها تشي ضرار او لا ناخدو هادل المركزات ديال الطماطم اللي ما عرفنا همش من نش مصايبين واكيد را كيكونوا مصايبين غير من الحشرات حيث الحشرات هم اللي كي يضيفوهم باش يعطوهم اللون المهم البنات من يتبقوا تردوها الطيب غادي تضيفو فيها شوية الملح وشوية الزيت وتخليوها الطيب ما غاديش تضيفو لها الما نهائيا هي غادي تطلق الماديا لها من اللي غادي تطيب را غادي تلقوها يعني تلقات لما زيان فحاولوا انكم تخليوها شوية تنشف حتى تتوصل لهد شكل يعني ما يبقاش فيها الما كتير وباش من ينطحنوها ما تجينش سيحة وتجينها عاقدة البنات فإلى تبعتو هادل المرحلة غادي تنقصوا واحد الخطوة اخرى اللي غادي نقولها لكم من بعد إلا جاتكم سيحة هاد لاصوس ديال مطيشة هنا كيفما كتشوفو معايا صافي خليتها حتى بردات مزيان صافي وعاد غادي ندوز باش نطحنها غادي نطحنها ان شاء الله غير في المولينيكس على هاد شكل كيفما كتشوفو ضغيات ضغيات الدوزيها في مولينيكس واكيد غادي تحتاجي انك تصفيها بالصفاية باش تحيي دي هادك الزريعة ديال مطيشة ودك القشور ديالها ودك شي كل شي غادي تصفى بالصفاية وغادي تبقى لك غير لاصوس مقادة على حقه وطريقة صافي هنا يا غادي ندوز باش نصفيها غادي نساعد بوحد المعلقة اللي غادي نبقى كان ندير بها وحد الحركات الدائرية باش كتصفي لي هادك مطيشة كتدوز ليد غايف صفاية وكيبقى غير تبقى غير الزريعة ديالها والقشور بالنسبة الباربارة فكن طحنها معا ام معا ما طيشة يعني ما كان حيدهاش باش يعني اخرج ليه اللون اللي بغيت المركز ديالي ديال الطماطئ هنا كيفما كتشوفوا معايا هاني صفيتها يعني خرج ليه اللون اللي بغيت خرج ليه يعني خرجت عاقدة ما غاديش نحتاج انني نعاود نردها فوق النار ونعاود نخليها حتى تتاقد بالنسبة لي انا جاتني مزيانة يعني غنخلى في حالك ما غاديش ترجعها فوق البوطة بالنسبة لكم انتم ايلا بغيتوها يعني تكون عاقدة كتر من هكا او لاجاتكم سيحة فغادي ترجعها التنجرة وغادي ترضيها فوق النار وغادي تضيفي عليها واحد المعيلقة ديال النشا معيلقة البنات ديال النشا نشا دورة وغادي تخليها حتى يعني تغلى فوق من فوق من النار مع هذيك مع التحريك حتى تدوب لنا هذيك النشا وهي هذيك النشا هي اللي تخليها انها كتعقاد البنات فالمهم هذي غير توضيح الى بغيتو ان اللاصوس ديالكم تجي عاقدة كتر من هاد الشي او لاجاتكم سيحة بالنسبة لي انا هذا هو الشكل اللي بغيت يعني ما غاديش نعاود نردها فوق النار غادي نمزيانة في لاصوس اللي غادي نستعمل في البيتزا او لف شي حاجة شي مملاحات وبالنسبة الحريرة البنات ركا تجي رائعة ما غاديش تحتاجي للمركز ديال طماطم غادي تديري غير ماطيشة طبيعية وغادي تعطيك اللون الحريرة ديالك ان شاء الله اه بغيتكم تجربوها وتردو عليها ان شاء الله في التعاليق وتقولوا لي الرأي ديالكم وتقولوا لي كيفاش خرجات لكم ان شاء الله النتيجة وإلى اعجبكم الفيديو والبنات ما تنسوش بارتاجي والفيديو باش الفكرة توصل اه الناس اللي ان شاء الله اه مقبلين على صيدنا رمضان واكيد غادي يحتاجوا هاد ماطيشة الحريرة غادي يحتاجوها البيتزا يعني المملحات المساند الرسمي ديالنا في هاد سيدنا رمضان هي هاد لصوص ديال ماطيشة فاليوم ان شاء الله سهلتها عليكم وها احنا وجدناها في المنزل بلا ما نبقوا ناكلوش حاجة اللي احنا ما عارفيناش مناش مصايبة هناك في ما كتشوفوا معي صافي انا بالنسبة لي ما كنديرش القراعي نهائيا القراعي كتحتاجي انك تبقاي تعقمي وهذا انا كندير غير هاد المولات ديال سيليكون اللي كيكونوا بحالها كفرديين يعني كيعطوني نتحكم في الكمية اللي بغيت نخدم بيها نخدم بيها وما كان بقاش نجبدك القرعة نهز منها والردها يعني كتكون شي حاجة اللي تقدر ان يدخل لها البرد او لد اكسد اللهم كندير هاد المولات كنهز لذك الشي اللي بغيت يعني بغيت هالحريرة غنعرفش حان غادي نهز بغيت هالبيتزا او لادا رانا غادي ننهز القياس اللي بغيت هنا حتا هاد البلاستيكات البنات حتا هما راه زوينين انا بالنسبة لي حسن لي من القرعة يعني هاد البلاستيكات راه من اللي كتقصاح يعني كتقدري ان تتخذي منها اه تربيها يعني غير واحد شوية وصافي هي كتتقسم وكتقدري تهزي منها اه يعني الحجم اللي بغيت هادي الفكرة اللي اه كان طبقها انا على جميع اه اه اي حاجة بيتنخبيها في الكونجيلاتور يعني بها الطريقة كندير هاد المولات كنت منا تجربوها ان شاء الله وتردو عليها هنا غادي تشوفوا معايا من بعد ما اه يعني دخلتهم لمجميد جمدوا لي هاد المولات على هاد الشكل سافي غادي ناخد البواطة ديالي على هاد الشكل وغادي نبدأ نحيدهم بسهولة لبنات كيف ما كتشوفوا معايا يعني ما تلسقوا ما تشي حاجة ضغية ضغية تتحيدهم تديرهم اما في البلاستيكات او لف هاد البواطات سافي وتتسدي عليهم وصافي هاللاصوس ديالك واجدة سهلة بامكانك تهزي القدر يعني اللي بغيتي طريقة سهلة يعني نحاولو نسهلو علينا البنات ما نبقاوش كلش نصعبوه سيدنا ما دارا تبارك الله كيكون فيه شوية شقة وكيكون فيه شوية تعمارة ما كين بس الى سهلنا علينا الخدمة هنا كيف ما كتشوفوا معايا هوا مشكلات يعني كيشهو غير بالمنظر ديالهم ركتش هيد ما طيشا شوفوا اللوين تبارك الله ما شاء الله والله العظيمة البنات الى طريقة اللي عملية بزاف بزاف هاد المول نفعني بزاف الحمد لله بعدها يعني افكار بسيطة ولكن كتنفع وكتسهل صافيته ومتلا رأتي حيدو بسهولة كتشوفوا بواطة اللي درت فيها المولاد الصغار والبواطة اللي درت فيها المولاد الكبار وهنا غدي تشوفوا معايا يعني الفرق الكبير البنات فرق كبير بين ما طيشا اللي درتها بوحدها وما طيشا اللي درت للا اضافة ديال الباربا يعني هاد ما طيشا بلا باربا يعني خسكوا حد الكمية كتيرة باش يلا يلا غدي تقدري انك توجدي بها شي حاجة اما هاد ما طيشا اللي قد ضيفي لها الباربا فضغية البنات يعني ما غديش تحتاجي كمية كتيرة باش توجدي الحريرة او لا باش توجدي يعني شي بيتزا غدي تعطي كل لون فيها مزيان وبالنسبة للحريرة را ما غديش نشكرها لكم راكم غدي تجربوها ان شاء الله وغدي تشوفوا الفرق الكبير البنات وضروري البنات غدي نطفطج معاكم الحريرة بهذا بهذا ما طيشا باش تشوفوها يعني وتأكدوا من يعني من الضور ديال هاد الباربا في هاد ما طيشا هاد شي اللي كان البنات كانت منا ان شاء الله تجربو هاد الوصفة السحرية كيف ما قلت لكم واكيد العجبتكم ما تنسونيش من الدعوات ديالكم البنات واللايكات وبرتاج الفيديو باش يشوفوه ناس جدادين ان شاء الله واشتركوا في القناة إليك انتو ما مشتركينش وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد نطلقوا ان شاء الله في فيديو آخر بحول الله موسيقى موسيقى